أم راشد من عجمان تقول يعني تسأل تقول كيف يقسم الله جل وعلا الأرزاق تقول أشاهد أنه ناس عصات و ناس لا يصلون و كذا يرزقهم الله و ناس طائعين و شيء من هذا القبيل يعني فقراء تقول يعني ما هي الحكمة من ذلك أم راشد بارك الله فيك و رضي الله عنك و بصرنا الله و إياكي أخت الفاضلة بالنسبة لما يتعلق بمسائل الرزق و الأجل و ما يتعلق بمسائل مثل هذه الأعمار و الأجال و الأرزاق هذه كلها تكفل الله جل وعلا بها لجميع خلقه و عباده و لذلك ربنا جل وعلا أمرنا بأن نطلب أن نسعى في طلب الرزق أن نسعى في طلب الرزق و لذلك هذه الأشياء مسألة الرزق الآن لما نأتي إلى تعريف توحيد الربوبية ليش العلماء يقسمون الآن أنواع التوحيد حتى يفهم الناس معاني هذا التوحيد معاني هذا الإيمان لأن العلماء مهمتهم التسهيل للناس و تيسير العلم و تبسيطه فيقولون مثلا التوحيد الربوبية ما هو توحيد الله بأفعال ذاته جل وعلا ما معنى ذلك يعني نؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحي المميت المدبر الذي بيده الأمر هذا متعلقات الرب و لذلك الله عز وجل يرزق المسلم و الكافر و يرزق المطيع و العاصي و يرزق البر و الفاجر كما أن الله جل وعلا يعطي الملك من يشاء و ينزع الملك مما يشاء فقد يعطي الملك الفاجر و يسلب الملك من التقي مثلا كذلك ما يتعلق بالآجال الآجال بيد الله عز وجل لو أن إنسان سعى الدنيا كلها على أن يبقى حيا و استعمل جميع الأشياء و الله عز وجل ما كتب له ذلك ما يمكن أبدا لأن الآجال بيد الله و كذلك مسألة المرض أحيانا بعض الناس يا أختي أم راشد مريض يعني الناس يودعونه يقول هذا قريب يموت و يعيش ما شاء الله و يدفى الناس يزورونه هو يقوم فيدفى الناس يزورونه على أساس أنه يدعونه ميت فيبقيها الله عز وجل و لذلك مسألة الرزق أختي الفاضلة هذه بيد الله عز وجل و يقول جل وعلا و في السماء رزقكم و ما تعدون فالله جل وعلا يرزق إذا كتب الرزق لأحد والله يأتي ولو كان في فم الأسد و إذا كتب الرزق لأحد و الله سيأتي ولو كان في بطن جبل و إذا لم يكتب الله عز وجل الرزق لأحد و الله مهما سعى و لذلك تشوفين سبحان الله بعض الناس بعض الناس ملياردير و لو يتكلم عنده فهاها ما عنده قدرة على الكلام و عنده قدرة على الحديث شوف لأحد سبحان الله يعني ما عندها ذاك الذكاء يعني الخارق حتى أصبح مليونير لا و إنسان بسيط و بعض الناس و أنا أعرفهم جيدا بعض الناس عنده من التخطيط الاستراتيجي و عنده من معرفة التسويق و عنده من القدرة على قضية كذا و مع ذلك مديون مديون لماذا؟ هذه آية من آية الله جل وعلا فالمعنى بأن المقصود بأن هذا الرزق أخت الفاضلة ليس على قدر الإيمان و التقوى لا هذا قسمة الله عز وجل يرزق من يشاء و يهب من يشاء و لذلك هذه مبنية ليست مبنية على إيش على مسألة والله كونه تقي و نقي و بر و صالح لا هذه هذه لله عز وجل فالله عز وجل هو الحكمة البالغة في ذلك و بعدين لا بد أن نعلم أخت الفاضلة بأن أحيانا الفقر أفضل من الغنى الفقر أفضل من الغنى و أهل العلم لا سيما من له يعني عناية بمسألة مباحث السلوك و كذا يذكرون أيهما أفضل الغنى أم الفقر من هم من يرجح الفقر من يمرجح الفقر فالغنى ليس بالضرورة أن يكون شيئا جيدا على كل حال فأحيانا الغنى قد يكون و العياذ بالله مهلك كما قال جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى الرأاه استغنى و لذلك قارون قارون هذا و العياذ بالله أعطاه الله عز وجل يعني كما قال تعالى ما إنما خزائن ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أول القوة يعني يقول الفسرون يقولون مفاتيح خزائن ما يحملها أربعين رجال و مع ذلك لما قيل له من أين لك قال إنما أوتيته على علم عندي يعني أنكر بأن الله هو اللي من عليه كذا وجحد فخسفنا به و بداره الأرض هذا الجزاء الله عز وجل ذكر قال و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لن نصدقن الآيات هذا الرجل كان يدعو الله يا رب أغنيني كذا كان يقال بأنه حمامة مسجد يقال هكذا في كتب التفسير فلما أعطاه الله بدأ يتأخر شوي 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 حتى و العذب الله جحد ترك الصلاة وجحد الزكاة حتى الزكاة قال هذا ما لي و ما الأبوي و ما الجدي هو فقير كان معدم فقير معدم و قصة طبعا هذا و منهم من عاهد الله الصحيح بأن هذا منافق من المنافقين عندنا قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى اللي امتحنهم الله عز وجل أرسلهم ملك في صورة رجل فطبعا قال ماذا تريد الأقرع قال أريد شعرا حتى يذب هذا الذي قد قذرني الناس مسح عليه ما شاء الله نبتر شعرا ماذا تحب من الأنعام قال الإبل أو البقرة أو الغنم فرزقه الله الأبرص نفس الشيء قال ماذا تريد قال أريد جلدا حتى يذب هذا الذي قد قذرني الناس فمسح عليه فعاد جلده طيبا ماذا تريد من الأنعام طلب شيء فأعطاه الله عز وجل الأعمى ماذا تريد قال أريد أن يرد الله علي بصري فمسح على بصري فرد الله بصره ماذا تريد قال الغنم أو كذا فأعطاه الله بعد فترة من الزمن توسع هؤلاء الثلاثة كبرت الأنعام و كثرت الخيرات و أصبحوا دخلوا في مثل ما يقولوا النادي الأغنية بدل ما كانوا فقراء أنتقلوا بعد الله أعطاهم الصحة و العافية أنتقلوا إلى كونهم أغنية خلاص أصبحوا يعني من أصحاب الطبقة العليا جاءهم الرجل في صورة الملك في صورة رجل فقير فجاء للأبرص أو للأقرع قال رجل منقطع مسافر قطع به لا أبغى شيء مما أتبلغ به أعطني من مال قال كيف تقول من مال الله هذا مالي و مال أبوي و ماجدي كيف جحد يقول هذا مالي و مال أبوي و ماجدي فقال أما إذا كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فرجع و العياذ بقول لا أقرع و أذهب الله عنه المال النعم هذه لأنه كفر بنعمة الله الأبرص نفس الشيء قال كيف تقول هذا مالي و مال أبوي و مال جدي هو معدم كان فكفر بنعمة الله فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه قبل هذا و فعلا عاد و العياذ بالله على الحالة الأولى من حيث المرض و من حيث الفقر الأعمى سبحان الله لما جاه قال الله هذا المال مال الله خذ ما شئت و اترك ما شئت فدعا له و قال يعني ذكر بأنك أنت الذي فعل اختبرتم من الثلاثة و ما نجأ إلا أنت الثلاثة اختبرهم الله فالمقصود اخت الفاضلة سامحوني الأطلت المقصود بأن الرزق هذا الله عز وجل ما جعل الرزق شرطا أنك والله تكون مؤمن وتقي أو درجات لا هذا لله عز وجل و حكمة الله بالغة في خلقه و في عباده و لذلك مثل ما ذكرت تشوفين بعض العصاة تتركونا الصلاة الله معطيهم و لا تعتقدين بأن هذا خير لهم هذا الشر لا تحسبوه خيرا لكم بل هو لا تحسبوه يعني هذا الفعل لا تحسبوه خيرا لهم بل هو شر لهم والله عز وجل يبتلي عبادة قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أملي لهم إن كيدي متين بعض الناس الآن هو يدري إن عاصي و يدري إن مذنب و يدري إن واقع في الكبار فلما يشوف الله يغذيه بالنعم ما يفسره تفسير صحيح ما يقول الله أكبر كيف أنا أباري الله بالمعاصي و الذنوب و هو ينعم علي يغذيني بالنعم أتوب إلى الله لا يقول أكيد أن الله راضي علي هنا المشكلة يعتقد بيقول أكيد أن الله راضي لو ما راضي علي ما عطاني هالوظيفة و ما جتني هالترقيات و ما جتني هذي الدرجات و ما حمد الله بنيت بيت و لا جأتني مثلا حصلت سيارة طيبة و ما شاء الله الرواتب هكيد أن الله راضي عنه و هو يعصي الله لا لا ما لا علاقة هذا ما لا علاقة بالعكس بل قد يكون هذا استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أملي لهم إن كيدي مت و لذلك تلفاظ له هذه المسألة ليست مرتبة